مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من الصحافة العربية صيادلة يمنيون يحولون محل خياطة إلى معمل لصناعة الكمامات في تعز موقع البي بي سي يروي قصة رواد فضاء عادوا إلى الأرض ليجدوا عالما غير الذي ترقوه موقع ألماني يتساءل هل تعمدت الصين حقا نشر كورونا تعيش مأرب المزدحمة بالنازحين من أرجاء اليمن منذ أيام حربا على أطرافها حيث تقصف ميليشيا الحوثي المدينة بين الحين والآخر بصواريخ نوعية كما بدأ فيها ارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف إلى جانب انطفاء الكهرباء المتكرر لعدة ساعات في اليوم وفقا لتقرير نشره الموقع بوست بعنوان النازحون في مأرب واقع مزر بين قصف حوثي وسيول الأمطار يقول النازح يحيى محمد العلوفي الذي يسكن مخيم الجفينة إن الوضع في مأرب يزداد سوءا يوما بعد آخر وإن المواطنة محاصر بين حرب وقصف وفيروس كورونا الذي أرعب العالم بالإضافة إلى غلاء الأسعار مع قدوم شهر رمضان المبارك نازح آخر يقول الوضع المعيشي للنازح في مأرب لا يحسد عليه ولا يتمناه بشر من حيث غلاء المعيشة والعوز في ظل كورونا حيث إن المواطن يخاف على رزقه اليومي أكثر من الفيروس ووفقا للموقع فإن سيول الأمطار لم تترك للعديد من النازحين شيئا من منازلهم واعتركت الكثير منهم في العراء دون مأوى أو فراش في البداية أنكر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أن تكون القوات التي اقتحمت منزل نائب وزير التعليم الفني عبد روب المحول في عدن أنكرت أنها تنتمي إليها لكن بعد أن حشد أبناء المنطقة التي ينتمي إليها النائب مقاتليهم اعترف الانتقال بما قامت به قواته وأرسل معتذرا عددا من السيارات ووفقا لموقع عدن الغد الانتقالي يحكم نائب وزير التعليم الفني بمئة سيارة وفي انتظار حكم الصبيحة وقال الموقع أن قيادة المجلس الانتقالي الذي يدعو إلى الانفصال نظرا لعدم سيادة القانون في المحافظة الشمالية ووجود الطابع القبلي حكمت نائب وزير التعليم الفني عبد روب المحول بمئة دورية عسكرية في واقعة مداهمة منزله ونهبه وأضاف الموقع سلمت الدوريات العسكرية لأبناء الصبيحة الذين لم يردوا على هذه الخطوة وما إذا كانوا قد قبلوا أم لا وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد اقتحمت منزل المحول في عدن ونهبت وروعت الأطفال والنساء من وقت إلى آخر يقدم عصام خليدي نصائحه لأجل مدينة عدن التي يعيش فيها ويخشى أن تتكرر فيها المعركة ويضطر أهلها إلى مغادرتها عبر قوارب الصيد يضيف في مقال نشره عدن الغد تحولت مدينة عدن إلى معتقل سياسي الحياة صارت وكأننا نعيش في زنزانة قلوبنا تنزف دما لواقع الحال المؤلم الموجع المضني بسبب معاناتي وأوجاعي وقهري وحاجة الناس وبحثهم عن ما يسد رمقهم في ظل جنون ارتفاع الأسعار ولهيب وقهر البلاطجة وانتشار العشوائيات والتي وصلت إلى المواقع السيادية للوطن يتحمل العواقب الوخيمة والكارثية لمن يجري الجميع نعم أحملهم المسئولية التاريخية التي تعصف بسكان وأهالي مدينة عدن والجنوب وتداعيات حرب السنزاف بسبب صراعات الفرقى والأطراف المتناحرة بمختلف مواقعهم ومناصبهم ومسمياتهم التي لا تمتل الوطن وخدمته وعلوه وسموه بأي صلة وشان ألا يكفيكم العبر والدروس والمنصائب التي تجرعناها بسبب ويلات القبيلة والحروب والتطرف الفكري والصوت الأحادي العدو الحوثي الإيراني يتربص بنا من كل حدب وصوب اعلموا جميعا أن ما تقومون به تحت أي حجة أو منطق لا يخدم قضيتنا العادلة عدن والجنوب عليكم إدراكوا هذه الحقيقة جيدا والجلوس والحوار على طاولة مستديرة إذا استمر هذا المنح العسكري الأهوج تأكدوا أننا جميعا خاسرون لن ينتصر أحد في معركة التحدي وألغاء صوت الآخر أفيقوا قبل يوم لا ينفع الندم فيه واعلموا أنه لا أحد سينتصر في هذه المعركة إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي تحدثت عن إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن وعنوانة الصحيفة مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالتزام وقف إطلاق النار وقالت الشرق الأوسط إن عضاء مجلس الأمن أعلنوا تأييدهم لنداء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتاريش المتحاربين في اليمن من أجل وقف الأعمال العدائية على الفور والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض معبرين عن مخاوفهم من الأعمال العدائية المتواصلة كما رحبوا بأعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن دعما للعملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة ورحبوا بدعوة الأمين العام داعين الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون تأخير وطالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين والحكومة اليمنية بالانخراط بشكل بناء مع مقترحات المبعوث الخاص مارتوني جريفث لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف العملية السياسية قرر أربعة صيادلة وطبيب مختبرات تحويل محل خياطة صغير إلى معمل لصناعة الكمامات في مدينة تعز وذلك لتوفير حاجة أهل المدينة من الكمامات الواقية من فيروس كورونا بعد إعلان أول إصابة بالفيروس في محافظة حضرموت جنوب اليمن الأسبوع الماضي وتعنون صحيفة العربي الجديد صيادلة يمنيون يحولون محل خياطة إلى معمل لصناعة الكمامات في تعز وفي مبادرة شبابية تعد الأولى على مستوى المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ 2015 يبدي أعضاء المبادرة حماسا ملحوظا في إنتاج كميات كبيرة من الكمامات بعد أن لمسوا إقبالا شديدا من السكان على شرائها في ظل عدم توفورها بالأسواق في عموم المحافظات اليمنية ويوضح أحد أعضاء المبادرة أن الإقبال المتزايد على شراء الكمامات جعل فريق المبادرة يرفع القدرة الإنتاجية للمعمل من 600 إلى 1000 كمامة في اليوم بمعدل زيادة 400 قطعة عن الأيام الماضية يقول مشرف الفريق الدكتور السيدة لاني مشتاق الحميدي للعربي الجديد بدأنا ونحن أربعة صيادلة وطبيب مختبرات تربطنا صداقة بعد أن كنا زملاء خلال سنوات الدراسة الجمعية وشرعنا في تحويل محل خياطة يعود لأقارب أحد أعضاء المبادرة إلى معمل لإنتاج الكمامات هل نحن متوجهون إلى استراتيجية الصدمة؟ تحت هذا العنوان كتب سيرج حليمي مقاله المنشور في صحيفة لوموند مضيفا في أجزاء من مقاله عندما تنتهي هذه المأساة هل سيعود كل شيء إلى ما كان عليه قبلها فقط؟ طوال 30 عاما أثارت كل أزمة جديدة آمالا غير معقولة بأن العالم سيعود إلى العقل أن يعود إلى رشده وينهي الجنون وقد حلمنا باحتواء ثم عكس اتجاه دينامية اجتماعية سياسية بعد أن تم فهم طرقها المسودة وأخطارها في نهاية المطاف كنا نأمل أن ينهي أنهيار سوق الأوراق المالية في يوم الاثنين الأسود من العام 1987 الخصخص الجامحة وأن توقف الأزمات المالية المتلاحقة هذه العولمة السعيدة لكنها لم تفعل أدت هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر إلى انتقاد الغطرسة الأمريكية وإثارة الأسئلة المقلقة مثل لماذا يكرهوننا لكن هذه الاتجاهات لم تدم أيضا حتى عندما تذهب في الاتجاه الصحيح فإن الأفكار وحدها لا تكفي أبدا لإنجاز الأمور ذلك يحتاج إلى الناس لكن من الأفضل عدم الاعتماد على السياسيين المسؤولين عن الكارثة في المقام الأول حتى لو كان مهوس إشعال الحرائق هؤلاء ماهرين في تقديم التضحيات من أجل الصالح العام والتظاهر بأنهم تغيروا خاصة عندما تكون حياتهم في خطر كما هي حيواتنا اليوم معظمنا لم يشهد حربا أو انقلابا عسكريا أو حظر تجول مباشرة من قبل ثم في نهاية آذار مارس أصبح ما يقرب من ثلاثة مليارات إنسان في جميع أنحاء العالم تحت الحظر والعديد منهم في ظروف منهكة للغاية معظمهم لم يكونوا كتابا يشاهدون أزهار الكاميليا وهي تتفتح في حديقة منازلهم الريفية ومهما يكون ما يحدث في الأسابيع القليلة القادمة فإن كوفيد 19 سيكون تجربتنا الأولى مع تهديد عالمي وليس شيئا يمكن أن ينساه المرء بسرعة وحتى قادتنا السياسيون الحاليون يجب أن يأخذوا هذا في الحسبان قبل أن ينتشر فيروس كورونا ذهب ثلاثة من رواد الفضاء في مهمة خارج الأرض وظلوا هناك أكثر من ثلاثة أشهر وهناك كانوا في أكثر مكان آمن من الفيروس ولكنهم عادوا اليوم وقد تغير العالم وعفقا لموقع البي بي سي فيروس كورونا قصة رواد فضاء عادوا إلى الأرض ليجدوا عالما غير الذي تركوه وكان الروسي أوليغ سكريبوتوشكا والأمريكية جيسكا مائير قد انطلق في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر أيلول 2019 للحقاب الأمريكي أندرو مورغان الذي سبقهما بشهرين في يوليو تموز قبل أن يظهر أي أثر لفيروس كورونا ووفقا لعدد من المواقع لم تجري أي مراسم لاستقبال العائدين من الفضاء كما هي العادة واستقبلهم عدد صغير من الناس قالت مائير الصحفيين عبر مكالمة مصورة قبل هبوطها إن منظر الأرض من عال رائع دائما وكم كان صعبا للغاية أن نصدق وقوع كل هذه التغيرات أثناء غيابنا ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مقطع فيديو يظهر فيه رواد أو يظهر فيه رواد الفضاء بينما يستقبلهم فريق استقبال يرتدي كمامات وخضع فريق الاستقبال لعملية عزل صارمة ويعتقد أن أفراده أجروا فحوصات كورونا قبل البدء في مهمة استقبال العائدين خشية إصابتهم بالعدوى تقول مائر في المكالمة المصورة التي أجرتها قبل العودة إلى الأرض سيكون من الصعب أن لا نستقبل أهلنا وأصدقائنا بالأحضان بعد غياب أشهر عديدة أخشى أن أشعر بالعزلة على الأرض أكثر من شعوري بها بالفضاء فريق رواد آخر بديل مكون من روسيين اثنين وثالث أمريكي انطلق إلى الفضاء عبر المحطة الأمريكية أو الدولية في التاسع من أبريل نيسان الجاري واتخذ هذا الفريق تدابير قصوى حتى لا ينقل عدوى فيروس كورونا إلى الفضاء إذ قضى أفراده 45 يوما في الحجر قبل الانطلاق خلافا لما ذهب إليه عدد من الكتاب يذهب منق الزاغر الباحث في معهد واشنطن للسياسة الشرق الأدنى إلى رأي يقول فيه إن القادة الشعبويين والتحركات الشعوية أو الحركات الشعبوية في طريقها إلى السقوط وإن مواجهتها مع الأوبئة كشفتها شاشتها ويضيف في مقال نشر في صحيفة الغد تكمن المفارقة الآن في أن الشعبوية التي استفادت من قصور العولمة ستعاني كثيرا وستنحسر نتيجة عجز النظم الشعبوية وقادتها عن التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وفي هذا الصدد لحظ عالم السياسة فرانسيس فوكوياما التشابه الكبير في عقلية الحكم واتخاذ القرار والتعامل مع كورونا بين النظم الشمولية كالصين وإيران والنظم الديمقراطية التي يحكمها قادة شعبويون مثل الولايات المتحدة الأمريكية يتميز القادة الشعبويون مثل الشموليون بالعقلية ذاتها التي تهتم بالصورة التي يرسمها الناس لهم بدلا من الحقائق على أرض الواقع يميل القادة الشعبويون دائما إلى تجزيد فكرة الفرد المخلص عوضا عن النظام والمؤسسات ولذلك لا يحتاجون إلى المؤسسات لأنها فاسدة وهم الأطهار الأنقية وهنا يكمن التشابه بين القيادة الشعبوية والقادة الشموليين الدكتاتوريين بل والنظم الشمولية التي تؤمن بأن كل معارض هو شيطان فاسد رجيم يجب التخلص منه وفي ظل وجود الكثير من القادة الشعبويين في السلطة الآن فإن فشلهم في الاستجابة لمتطلبات أزمة كورونا أدى في نهاية المطاف إلى تراجع الخطاب الشعبوي التحريض الذي يهدف إلى استثارة الغرائز الأولية مثل الخوف والكراهية لدى الجماهير ضد الآخر والذي طالما ما استغله القادة الشعبويون لبناء قاعدتهم الشعبية وفي ظل تفشي فيروس كورونا لن يكون لحشد الناس على أساس الخوف من الآخر أي منطق خاصة وأن الناس يختبرون في مواجهتهم مع كورونا الموت الجماعي وهو بالتأكيد أشد قسوة من أي تهديد آخر كيف بدأ كوفيد 19 بعد مرور قرابة أربعة أشهر على ظهوره؟ تقارير جديدة تتهم الصين بالمساهمة في تجار الفيروس بل منها مقال أن بكين سمحت بانتشاره حتى تظهر قوتها للعالم كيف ذلك هذا ما قاله تقرير موقع الديدابوليو الألماني والذي عنوى التعمدت الصين حقا نشر كورونا جدل محتدم وترامب يتدخل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أن بلاده تجري تحقيقا شاملا حول مصدر الفيروس وهو نفسه ما أكدته CNN عندما نقلت أن الاستخبارات الأمريكية تحقق في الموضوع فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفوكس نيوز أن بكين مطالبة بالإفصاح عن كل ما تعرفه بخصوص انتشار كوفيد 19 ملمحا إلى مسؤولية معينة لمعهد علم الفيروسات في مدينة موها حيث ظهر الفيروس لأول مرة الردود الأمريكية جاءت بعد عدة تقارير عادت إلى أصل الفيروس إلى هذا الأسبوع ومنها مقال رأي لجوش ريغان في واشنطن بوست جاء فيه أن مسؤولين أمريكيين زاروا مختبرا في موها الصينية قبل سنتين من انتشار الفيروس وأرسلوا تحذيرين رسميين لواشنطن حول عدم احترام معايير السلامة وغياب الموارد البشرية اللازمة للعمل في المختبر الذي يجري دراسات خطيرة حول انتقال كورونا من الخفافيش تقول محطة فوكس نيوز بناء على مصادرها إن الفيروس انتقل حقا من الخفاش إلى الإنسان وأن أول بشري أصيب به كان يعمل في مختبر أوها وانتقل بعد ذلك إلى ساكني المدينة اعتقلت الشرطة في فلوريدا رجلا هدد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته لاعتقاده أن الكثير من الزبائن لا يلتزمون بارتداء كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد وعفقا لصحيفة القدس العربية التي أوردت الخبر فإن أمريكيا يهدد بإطلاق النار على زبائن متجر لعدم التزامهم بارتداء كمامات وعقفت الشرطة روبرت كوفنر البالغة من العمر 62 عاما بعد أن توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه سيفرغ كل رصاصة في متجر بابليكس في منطقته لأن قلة من الزبائن تضع الكيمامات والتتزم بإجراءات الوقاية وتابع كوفنر هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة وأضاف ثقوا بي الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم ووجهت الشرطة إلى كوفنر اتهاما بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي لكن تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته أب يصافح ابنته خلف الباب الزجاجي ويمنع من عناقها خشية كورونا ومواطنون يسمعون من أوراق الشجر أقنعة واقية وغيرها من الأحداث أو غيرها من الأحداث التي لن ينساها العالم بعد أو وثقها مصورو الغارديان ونشرتها الصحيفة للتعبير عما أصاب البشرية اليوم نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك السحافة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة